اشتركوا في القناة الهبوط من الجنة طبعا كان الهبوط آدم وحواء مع مين مع إبليس عليه لعائن الله وللتالي قال اهبط جميعا أولا كان اثنين بعدين قال جميعا والجميع تعني أن جميع من أصابوا المعصية فآدم وحواء قد ارتكبوا معصية وإبليس قد أصاب المعصية فكان لابد من النزول إلى الأرض ثم أكد حقيقة وهي بعضهم لبعض عدو أي بمعنى لم تقف العداوة عند هذا الحد بل ستستمر إلى يوم ينظرون يعني إلى يوم البعث وهذا ما أكده إبليس عليه لعائن الله عندما طلب من الله سبحانه وتعالى ذلك أين المكان الذي توجد به الجنة؟ طبعا العلماء اختلفوا في قضية المكان هي الجنة في السماء هي الجنة في الأرض ما هي الجنة؟ السؤال صدلوا 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 سبق العلماء في تحديد بقية الجنة على أقوال هي أربعة أقوال منها أنها جنة المأوى التي وعد الرحمن بها عبادة أنها جنة المأوى التي وعد الرحمن بها عبادة بالغير أنها جنة من جنة أنها جنة من جنة الأرض ومحفوفة بالأشجار والكبال جنة من جنة الأرض طبعا فيها التفاف طبعا احنا بنقول عن الجنة هي مجموعة من الشجر ملتف حول بعض البعض في وجود ماء في وجود ظل هو هذا الكثافة هذا بسموه الجنة فضلي ليست كجنة المأوى ولا كذلك يا جنة الأرض الرأت الرأي الرابع هو التوقف في شأنها وعدم الخوض فيها ما نخوضش فيها في المواضيع هذه على الإطلاق إذن هنا شوفي أنها جنة المأوى من من قال إنها جنة من جنات الأرض وأنها جنة ليست كجنة المأوى ولا جنة الأرض وهناك فريق قال إن التوقف وعدم الخوض في أمرها ولكن علينا أن نسلم أن هناك في قول الراجح وهو قول ابن كثير على أنها الجنة التي في السماء شو إحنا قلنا الدور الفاتح شو الدليل على أن هي الجنة التي في السماء في بالك ليش بالرجح الهبوط يعني من أعلى إلى أسفل ومش معقول أن الحياة الأرض أصلا الأرض منبسطة وهي شمالها مستوية فلابد أن يكون من مكان علي ومش بس مكان مرتفع بس في قضية التضاريس ولكن كمان مرتفع في العلو والمكانة والمنزلة يعني هو نزل من المرتبة العلية كما ذكر في تهذيب صفوة التفاسير زبدة التفاسير بيسميه بيقول أنهم نزلوا من المرتبة العلية إلى المرتبة الدنيا يعني كانوا في مقام عند ربهم وبالتالي نزلوا من هذا المقام وحقيقة أن هذا المقام لا يمكن إلا أن يكون من الجنة اثنين شفتي أل العهدية أسكن أنت وزوجك الجنة الجنة الأل المعرفة أل العهدية يعني الجنة المعروفة مش ممكن ما جاتش نكرة وإنما جاءت يشملها إذن انتبهين إذن الرأي شوفوا الآن الجنة هي الرأي الراجح طلع الجواب القول الراجح هي الجنة التي في السماء والدليل العهدية في كلمة الجنة يعني الجنة المعهودة للناس النقطة الثانية الهبوط والعلوم من المكان المرتفع والمكان الآن وبالتالي إذن هي هذه الجنة ثم ثلاثة قال على الكلام وصف الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى فهل جنة الدنيا في هذه الصفة؟ مش ممكن البشر أصلا على الأرض فيه جوع وفيه عري وفيه عطش وفيه كذا لأنها حياة الكدح والتعب مش هيك؟ لكن هنا في قضية الجنة إيش مالها؟ لا يمكن أن يكون في جنة الأرض بل هذا يحدث في وين؟ في جنة السماء لأن هناك لا أكل ولا شرب ولا كذا من الأمور التي إيش ماله؟ التي يتعرض لها الإنسان لأن الجوع صفة من صفات البشرية والحياة الدنيا أما هناك عند الآخرة فكل ما تتمني ستجده عند الله سبحانه وتعالى إذن إحنا نفهمنا أولا أسكن أنت وزوجك الجنة أل العهدية اثنين الغبوط من مكان مرتفع بالإضافة إلى المنزلة العلية التي كانوا فيها عند ربهم ثلاثة أنه الجنة وصف الجنة هذه ألا تجوع فيها ولا تعرى مستحيل أن تتفق هذه مع مين مع جنة الدنيا إذن هذا هو المكان الذي ارتقاه الله سبحانه وتعالى إذن النزول من جنة الحقيقية التي في السماء إلى وين؟ إلى الحياة الدنيا طبعا هنا بعد أن نزل آدم عليه السلام فلابد أن يشعر بذنبه يعني الخطيئة والآن بدأ يتذكر آدم عليه السلام بمجرد أن نزل من الجنة إلى الأرض ما له؟ حسب الندم وعرف أنه هذه الخطيئة ولولا هذه الخطيئة لما كنا في هذه المكانة وهذا استشعار طيب أنه على كل إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى بده يذكر معصيته يعني الشطارة اليوم أنه لما نتحدث عن ارتكاب المعصية في الحياة الدنيا لابد أن نتذكر هذه الحياة وهذه المعاصي والمعصية تذكرني بمين؟ بشيء اسم التوبة ولهذا إحنا ذكرنا قلنا أول معصية ترتكب على يد نبي وأول مخلوق عشان يعلمنا كيف نقوم من كبوتنا وهذا تحدثنا فيه شوفوا هذا التصور هذا التصور بيقول لأن الله تعالى حين شاء أن يخلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل لهما إني جاعل في الجنة خليفة إذن معنى ذلك هذا برد على مين؟ على إنه التساؤل يعني لولا المعصية ما نزل آدم من مين؟ يعني أنت يا آدم سبب هالخطيئة هذا إيش بذكرنا؟ عند النصارى يلا عشان أساعدكم النصارى سكوك الغفران سكوك الغفران سكوك الغفران قضية عيسى وصل بعيسى لماذا صلب عيسى؟ في اعتقادهم قال تكفير لخطية آدم إحنا هل هذا عندنا؟ مستحيل لا تزر وزرة وزرة أخرى يعني كل إنسان يحاسب على عمل ما فيش عندنا إحنا والله آدم ارتقى بمعصية إحنا الآن لا 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 أولا سواء آدم عليه السلام أصاب معصية أو لم يصب فنزول الإنسان إلى الأرض هذا مسألة حتما مقدرة بقدر من الله لأن الله تعالى عندما نفخ فيه قال إني جعل في الأرض الخليفة يعني أنا خالقه عشان ينزل عمر الأرض ولهذا علم آدم الأسماء وعود ومرن عليه على أساس كيف يعيش ويتعامل مع طبيعة الأرض إذن المسألة مش مربوطة بقضية معصية ولا كذلك أنه إحنا نزلين على اللي هو الأرض نتيجة الآثام أو المعاصي التي ارتكبها الآخرون وفي مقدمة آدم عليه السلام لأن آدم عليه السلام اشتباغ ربه بعد ذلك وأصبح نبي يعني مستحيل أنه هذا الكلام اللي إحنا بنشوفه في هذا الموضوع لكن علينا أن نفم أنه لم يكن هبوط آدم إلى الأرض هبوط إهانة طلعي وإنما كان هبوط كرامة كما يقول العارفون بالله هبوط كرامة كان الله تعالى يعلم أن آدم وحواء سيأكلان من الشجرة ويهبطان من الأرض بعلمه الأزلي إذن هذا مستحيل أن يقال على الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك طلعي أما تجربة السكن في الجنة فكانت ركنا من أركان الخلافة في الأرض هذا تكتبيش يعني هتخذيها هتلاقي كله وتلاقي الآن التجربة في السكن في الجنة كانت إيش ركن من أركان الخلافة كان عمالي بيتدرب كيف بده يتعايش مع زوجته يحواء وكذلك الآن الصراع بينه وبين إبليس اللي بده يعيش معاه ويعمر معاه طويل في الأرض قال له تعالى أعطيك تجربة من تجارب إبليس عشان تعرف إنه واش ماله هذا هذا عدوك اللدود يعني لا يمكن على الإطلاق إنه نتصادق وإحنا اليوم بناتنا كثير بده تطرق لنقطة مهمة جدا يعني صار إحنا ما كتبنا بدل ما هي لطالبات المراجعة في المادة ولا بده تراجع في إيش كل يوم طالبات بالعشرات جاءت عشان الجن والسحر اللي مسحورة واللي يسمع ملا عمل واللي ما تجوزتش واللي ما نجحتش في المادة واللي أبصريش والكلام هذا أنا بقولش إنه بننكر هذا الموضوع لكن أنا بديش أخلي طالبات الجامعة الإسلامية تبقى تتشبت بالخرافات أو والله يتحدد كل مستقبلها على رؤية من الرؤى التي رأتها أو لكلام فارغ من النساء الجغلات والأمة كبار كبيرات السن اللواتي لا يعرفنا عن العقيدة شي يعني أنت لازم تعلم أمك وستك وغيره مش شي اللي تقول لك والله معمول لك عمل وجاي طالب أبدا تتجوز شو ش يسوي لك بدك تتجوز قال أنا معمول لعمل أجوني خطاب وعشرة وبصريش وما غادي هذا الكلام يا بناتنا الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم هذه أمور بيد الله لا إلا داخل بالقن وبعدين بتقول لك أنا ما هو الجن اللي ركبني جن مؤمن وفي جن مؤمن بيئذي الإنسان الجن المؤمن لا يؤذي الإنسان وبمجرد أنه الشيطان أولا تلبس أو أصاب أو مس من هذا الكلام المصطلحات الموجودة في عالم الجن اللي احنا بنؤمن فيها معنى ذلك أنه إشما له مؤذي وعناته كافر الله يفتع عليك يعني الجن المؤمن لا يمكن أن يؤذي الإنسان لأنه بمجرد أن يمسه يعني أذا وهذا لا يقبله الإنسان المؤمن لهذا احنا بنقول الآن الجنة وطرد الشياطين العداوة بنا ولا يمكن نتصاحب احنا وياه وبعدين تيجي واحدة كمان حتى في قضية انه بتقول لك انا مخاوية ولا مزوجة جن ولا غيره حقيقة يعني عارفينيش معناته لو ثبت حقيقة انه طلعي انه يجوز جواز او زواج عفوا زواج الجني من الانسي عارفينيش معناته معناته كل مرتكبات الرذيلة والفسان بصير حجة انها متجوز جن حملة من جن يا جوز بجوزش يا بنا مش ممكن يعني عالم غريب يعني ممكن نشوف عالم الطير بدو يتكاثر من عالم الحيوان نجيب يعني مثلا ذكر اعزكم الله من الحيوانات ونجيبها على الطير وبعدين نقول والله بدو نجيب الطير منها او العكس كذلك لا يمكن للبشر والجن فانتوا ليش انا تكلمت عن هذه النقطة لانه مسألة خطيرة بتقول لك انه انا يعني بعض الاخوات بتتكلم بتقول اني حتى عند قضية الزوج وغيره تشعر انه بتدخل قضية الجن في الموضوع بقول لك هذا مستحيل هذا تخيل واما نتيجة ضعف الايمان وهذا بدو قوة ايمان يعني طالباتنا الجامعة شو ليشو بينقصك انتي لما كل يوم الصبح تقومي على صلاة الفجر وتصلي وتقرأي المأثورات او بعض الادعية وفي المساء قبل النوم يا اختي ماش مطلوب منك تقرأينا كل القرآن وصير الشيخة شلتوتة يعني مش الشيخ شلتوت يعني بمعنى رحمة الله تعالى الشيخ محمود شلتوت تصير الشيخ الاكبر لشيخ الازهر لانا بقصد يعني انه مش مطلوب منك انه احنا كل واحد عندنا ادعي بما شئتي ادعي بما شئتي واحفظه كله من المعوذتين وقضي يقوله الله واحد والله مسحي خلصنا جسم كنامي على بركة الله بسير شي اخواتنا قضية تمس الجن وغيره هذه قضية انا بس حبيت الفة نظر الطالبات بناتي عساس من اجل ان لا يلجأنا الى مثل هذه الطرهات ومثل هذا الكلام الفارغ الطويل اذا احنا تجربتنا مع الشيطان تجربة مريرة وطويلة وشاقة وابدية ازلية ازلية لا تنتهي الا بانتهاء هذا الكون ونعود الى الجنة مرة ثانية الشطارة كل واحدة فيكم ماذا ستعمل وكيف ستعود الى الجنة انتم نزلتم من بيتكم الاصلي من الجنة الشطارة كيف تعودوا مرة ثانية مش كيف نظن في الحضيط وكيف نظن في قضية اسفل سافلين مع الدنيا واتقول ليش سميت الدنيا اصلا من دناءتها وحقارتها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الدنيا لا تساوي عند الله جنح بعوضا اذا ليش يعني احنا بناتنا لليوم بدوره على الموضع وبدوره على الكلام الفارغ والله اخواتنا الكريمات لو نظرنا الى ديننا حقيقة لا عزنا الله ولا اصبحنا اقوياء في ذواتنا لهذا علينا ان نتندم على خطيئتنا ونبكي كما بكى ادم ادم عليه السلام بكى بدموع من دم حقيقة ليه شوفوا الان ابن عباس ايش بقول نزل ادم بالحجر والحجر معروف الحجر فيه في جوار الحجر الاسود بقول بدأ يمسح دموعه حين اخبط من الجنة ولم ترقى عين ادم مش نرقى لم ترقى هي عين ادم حين خرج من الجنة حتى يرجع اليها حتى يرجع اليها ليه لانه مستحيل او الان لما بننخذ بنصر لهذا حتى رجع اليها يعني بعد ان رجع اليها بعد الموت يعني ادم عليه السلام ظل يبكي على خطيئته حتى مات وشي هي شي المعصية اذا بننقصه بمقاييسنا اليوم امر بس بسيط ولا يمكن ان يعد يعني ما شاء الله بس خالف امر من الاوامر وهو بغير قصد ومعنسيان فما بالكم نحن الذين نصروا على المعصية ونرتكب المعصية ليل النهار هذه من الجرائم لكن نسأل الله تعالى العفو والعافية واللطف في قضية تقيمة قادرنا عند الله سبحانه وتعالى اذا ادم بكى وبكى على الخطيئة ولهذا شوفوا انا ابدأ لكم حاجة اولا في الدعاء انا اليوم ارتكبت خطيئة بنت اتكلمت مع جوال شافت عن نت والله صاحبت والله الكذا وكذا ووقعت في منزلك الرضيلة ماذا تفعل انا بقول لابد هتيجي للشيخ الفلان ويا سيد الشيخ انا عملت كذا وكذا والله وبدته يا بنت الحلال سترع حالك الدنيا ستيرة احنا مش نصارى عارفين في الغرب ايش فيه ايش قلتي قبل شوية في حاجة اسمها السك الغفران وبعدين كرسي الاعتراف يا السلام طب اسمعوا انا ابدأ اقول لكم حاجة اكبر من هيك في عندنا حاجة اسمها وعند الغرب نشترك احنا فيها الحج الاكبر طبعا عندها النصارى وعنده مين المسلمين الحج الاكبر عندنا شو الوقوف بعرفة الله يفتع عليك الوقوف بعرفة في عند النصارى في الغرب زيارة الفاتيكان مكر النصارى شو بصير عند النصارى لما بيروحوا زيارة بحجوا الحج الاكبر عندنا الطهارة النقاع التوبة لما بروح للحج اولا بتحلل من الحرام برد المظالم الى اهلها مصبوط وبعدين باخذ المال الحلال والزاد الحلال والدب الحلال ولمشيك كله قاعدين انا بطل بكون حريص طهارة قبل ان ادخل في وتلبس في العبادة وهي قضية الحج ولما هناك بدخل الميقات بروح بتغسل وبطيب من كل شي وبعدين ببذنيها انه يا رب انا رميت كل الدنيا ورداري والبست هذا الكفن القطعتين اللي بلبسوها الرجال القطعة البيضاء الازار والرداء بدون ولا شي بذكرني بيوم الموت بيوم القيامة واني انا عمال رايح الى بلا عودة معناته القصد الى بيت الله للعبادة وقد رميت الدنيا خلفي هذا الحج الاكبر عندهم لا الحج الاكبر بروح الى الفاتيكان وبقعدوا في الصالة بطفل اضواء الى الانوار الخافة الحمراء الرجال ونساء خلط الرجال مع رجال ونساء مع نساء ورجال مع كله يمارسوا الشذود يمارسوا الفاحشة وبعد ذلك بصفوا بالدور على كرسي الاعتراف بقعد على الكرسي بين وبين القسيس بحاجز شباك وبعدين ايش بسوي بقول له انا سويت وعملت وعملت طب ما هو ناقص قبل شوية كان بتطلع على الرذيلة بما الرذيلة في مكان العبادة لان النصارى افلسوا احنا اليوم متبسكين بالغرب افلسوا روحانيا ودينيا علش متبسكين بالغرب وعليش خايفين من الغرب اخواء روحي باعترف وبقول انا زنيت وعملت وسويت وبعد هين بقول له طيب انت الان مغفور اليك تفضل هيسكي الغفران انت مغفور اليك من يملك عنا في كل المسلمين لا نبي ولا صالح ولا ولي يملك ان يعفو عن فلان او علان العفو من الله يعني بمعنى هل يجوز اني انا اقول بحق الانبياء بحق الصالحين بحق الاولياء يا رب دخلني الجنة ويجي شيخ يعطيني سك لدخول الجنة من يملك طلع الخرافة عند الغرب قال اعطى سك الغفران فدخل الجنة الله اكبر دخل الجنة والحين بقعد برتكب الفاحش معصية وراحية انا يا بنات لما بتوب على طول بقول يا رب انت بترفعي اكف الضراعة ما فيش حاجز بينك وبيننا فيش واسطة اذا انتبهي ليش انا اتكلمت هذا اذا بكاء ادم والتوبة الى ربه ما كان واسطة ونحن كذلك ان كمسلمين منهج حياة سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان المسلم اذا ماتب عليه ان يقف بين يدي الله دون واسطة دون حجاب دون ترجمان بينك وبين ربك يا رب ابكي شوفي تال عليك ان تبكي على خطيئتك في الليل اتقفي بين يدي الله ركعتين شو هتعملين هنا الدموع الساخنة دون رياء دون مراقبة من احد هذا الذي نرجوه من الاخوة والاخوات الذين يتعبدون الى الله دون ان يكون هناك واسطة شفتوا الفرق بيننا وبين الغرب مستحيل ان نجتمع نحن وايهم على رؤيا دينا بدونش واسطات عندهم بدون واسطات ولهذا اذا التوبة هنا لا واسطة في بين وبين الله وبين البشر لا وجود لانسان بمفرده ان يتحمل الخطيئة سجلي عندك هذه النقاط واحد لا وجود لانسان بمفرده ان يتحمل عن البشر خطاياهم يعني ممكن ادم بدو يرتكب جريمة زي ما النصارى بقولوا عيسى بدو كفر عن خطيئة ادم مستحيل ثلاثة خطأ ادم تم طويه يعني انتهى اه انطوت مرحلة وانتهت يعني مش معقول انه الخطأ اللي ارتكبوا ادم ظلوا مستمر انتهى اما الاخطاء التي يرتكبها المخلوقات او ترتكبها المخلوقات فالله تعالى سيعاقبه عليها واكتش ان اصر على ذا عليها اربع ما اصابه ادم فهو خطأ وليس خطيئة شو الفرق بين الخطأ والخطيئة خطيئة اكبر من الخطأ الخطأ الباب صغير اما الخطيئة فانتعتبر كبيرة الخطأ الخطأ بدون ترتيب الله تعاليكي انا مش مرتب انا قاعد باشتغل واثناء العمل ارتكبت خطأ لكن هذا ليس جريمة غير مقصود انا وانا باشتغل اخطأت اجتهادت فاخطأت وبالتالي لكن الخطيئة مخطط لها انا لما بيروح برتكب خطيئة من غير قصد واحد رايش 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 يشرب خمر اذا الخطيئة اكبر من الخطأ ويترتب عليها ايش عقاب لكن الخطأ لا يترتب حتى في الاجتهاد من اخطأ فله ايش ومن اصاب شفتم اذا الخطأ ممكن يترتب علي اجر لكن الخطيئة عقاب في عقاب ولهذا لما ادم عليه السلام احنا قلنا صفحة وطوية ما قال يا رب تبت اليك توبة نصوحة صادقة مش ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون الناب هم عارفين رجعوا الى الله فتابوا صفحة انتهت ولهذا فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه لكن ابليس وين مظلوا في الخطيئة وقاعد بتوعد اصار شفتوا انا هنا في فارق كبير جدا بين الاثنين الفرق بين معصية ادم ومعصية ابليس اه الفرق بينهم فضلي ايه كانت معصية ادم بدون قصر اما معصية ابليس كانت في كبر وحسد وعن سبق اصرار ادم ندم فتاب فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه اما ابليس اصر على المعصية وطلب من ربه ان ينظره الى يوم البعث ليغوي ابناء ادم او بني ادم لهذا في فرق كبير جدا بين ما اصاب ادم وما اصاب مين اللي هو ابليس عليه العين طلعي موت ادم عليه السلام ان ادم بدأ حياته الطبيعية واستمر لسنين طويلة في حياته من العمل سنوات وسنوات مرت وكبروا ادم وشاخ فلما حضرته الوفاء قال شوفي الان لبني يا بنية اني اشتهي من ثمار الجنة انا الان شوفوا الشهوة انا اشتهي من ايه من ثمار الجنة فذهبوا يطلبون كل واحد راح في ناحية وين الجنة ايش ثمار الجنة طبهم على الارض ولهذا كأنه هو بيعطيهم انه مشتاق الى العودة شفتم لكن الابناء ايوة ما عرفوش المرات فذهبوا كل منهم يطلب فاستقبلته الملائكة الملائكة جاي حمل الاكفان والحنوط والفؤوس والمساحي والمكاتل يعني كلها القدديم والطواري والجردل يعني حملين كل ما يتعلق بقضية تجهيزه تجهيز ادم لمين لقضية الى الوفاء الى الموت فقالوا لهم يا بني ادم ما تريدون وما تطلبون والريحين او ما تريدون وأين تطلبون فقالوا ابونا مريض واشتهى من ثمار الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد قضى ابوكم مات انتهى الاجب وانقطع عهده بالحياة فجاءوا فلما طلعوا رأتهم حوى عرفتهم عرفت الملائكة فلاذت بآدم لجأت الى آدم فقال اليك عني فاني انما اتيت من قبلك الحين جاي كمان عند الموت وعند النسع الاخير فخلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل فقبضوه وغسلوه وكفلوه وحنطوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه شو هذي وادخلوه في القبر هذي سنن سنن الموت يعني بمعنى طلعي السنن الموت مهم جدا انه نفهم من هنا بدأت بعد موت آدم بدأ الخلق ايوان اللي هو بني آدم عرفوا كيف يتعاملوا مع موتاهم ومع ذلك انتبه قبضوه غسلوه بعدين كفنوه حطوا على حنوط ومادة يعني جائز في هذا الموضوع وحفروا له وبالتالي وضعوه في قبره ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم طبعا اخرجه الحاكم وقال صحيح ووفقه الذابي وقال له بن كثير اسناده صحيح شوفوا الآن في قضية آدم عليه السلام وآدم وهو يتلقى مثل هذه القضايا آدم بقول انه حدثت محاجة بينه وبين موسى عليه السلام فيش قال موسى شوفوا الآن موسى عليه السلام قال له انت الذي اخرجت الناس بذنبك من الجنة صفحة 28 طبعا انت اللي اخرجت مين الناس واشقيتهم انت سبب الشقاء ايش كان الرد من آدم قال انت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه اتلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلقني يعني هذا امر مكتوب منذ الازل في كتاب المحفوظ عند الله انني سانزل ساكل من تلك الشجرة وسانزل الى الارض واعمر الارض وانت قاعد بتحججني بقدر الله اذا هنا اتلومني طلعي على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلقني او قدره علي قبل ان يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى ايش يعني حجة القوية وبالتالي كان يعني افهم يعني بمعنى انك بالفعل انه لا يمكن ان نستشهد بالقدر على القدر الان في فرق الان في قضية في مسألة مهمة يعني كبيرة جدا ان يحتاج بالقدر اللي هو على الشيء وهناك في فرق بين الان الانسان الذي يرتكب المعاصي واحد اصاب خطيئة كل انواحة سواء كانت كبير ام صغير لا بدون تفصيل واجه اقول انا اه بعلومه قال هيه وانت بتلومني مرة بنا كاتب علي اني ازني والله اكبر انت بتحتاج بالخطيئة على قدر الله يعني طيب او بعض الناس هيقول انه انا ممكن افعل كذا وكذا وبعدين اتوب ايوه هذا ايش بصين بستحيل على الدنيا اش قلتي لورا ما اسمعتش لا احنا بعدين عنه خالص نتكلم عن قضية انه اليوم اولادنا بيحتجوا بقدر الله على المعصية يعني بصير انا ارتكب المعصية ويقول انه ربنا كاتب لي لا 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 هناك افا ايوه الله يفتع عليك لا بصلي ولا بصوم وعملي بيرتكب منكرات وبيقول ربنا ريد لي ولما ربنا بده يكتب لي الهداية بهديني هذا ايوه مشكلة خطيرة جدا مش هنا قضية التوبة نعم وقدر الله ربنا سبحانه وتعالى معروف ان الله سبحانه وتعالى فتح لنا الخير وفتح الناس بلين وطريقين انا اجيب لك مثال صلنا على رسولي الان الان انا بدي سافر على القدس على الاقصى ان شاء الله ربنا بيفتح الطريق وبنسافر في طريق منها على القسطنطيني وبنطلع على وين القسطنة المجدل القسطنة بعدين نطلع في طريق منها تطلع من غزة على بير السبع تروع على الخليل بعدين على بيت المقدس الطريق الهان جبلية ووعرة جدا وبتخوف وطويلة ويمكن نقول خلينا نقول عنها انها قصيرة خلينا افترض ان نقول اقرب لكن الطريق التانية سهل وفي الان اتجار وثمار وطيور ومية وطرد منبسطة لكن طويلة شوي وجينا قلنا لكم انت بدك تسافري انت الان مخيرة بتختاري اي الطريق دائما الناس بيقولوا والله الطريق السهل لا لا فيها فيها وفيها وفيها ولا شعر الله الطريق الصعب واخترتي لو انت في الطريق وانا سواك وسألتيني وانا طلعت الطريق هنا وانا اكبال المجدل سألتيني بتقول لي وان الطريق اللي بتودي للقدس قلتلك هيا منها بس انا رايع القدس تركب معي بركبت بالصير وطلعت وصلتك بطريقة اسرع ولله المثل الاعلى طريق الجنة معروف وطريق النار معروف وقال لك طريق الجنة حفت بالمكانة طريق النار الشهوات والملذات وانت اخترتي الان انت اخترتي لكن لوحدة اخترت اختارت طريق الصلاح وطريق الجنة وهي في الطريق ماشية الان دخلت في طريق الخير اشربنا بسوي سخل الله الله تعالى لها الامر ركبها ووصلها بسرعة يسر لها الامور وهكذا احنا بنقول انه على الانسان ان يختار وانت ستحاسب على الاختيار لانه انك علق التميز بين هذا وبين ذاك عشان هيك تيجي تقول لي معصية في حدا عارف انه والله ترك الصلاة مش حرام في حدا عارف انه مثلا الخمر والزنا مش حرام ومع ذلك بيرتكبه وبيقول لك ويحتجه وعارف حاله انه اكثر الناس في منزلق الفجور والمعصية لكن هذا نسمع من كلام من الناس كثير وانا بديش اظن نقول القرآن والقرآن انا عمل ضربة مثل هذا المثل الرائع جدا قرأته لك للطنطاوي الشيخ علي الطنطاوي حفظه الله ورعاه وهو عالم سوري صاحب كتاب تعريف عام بدين المسلم الاسلام هذا الكتاب يعني من اروع الكتب لانه الراجل كان يساري كان صاحب فكر ماركسي فهداخه الله تعالى الى الاسلام فكتب قصة هداية لاله في علمه هو بتناقش مع المسلمين كان بتناقش بالمنطق العقلي وهو القريب لكثير من شبابنا اليوم وشباتنا ورهادة بيتكلم بمنطق اما هذا الانسان اللي قل لك انا والله ما هو ربنا كاتب لي ومعدين كافذ من الازل انا ابدأ قل لك حاجة وربنا عارف او عارف اجيب لك مثال صوري اني انا مهندس وانتي بدك تبني بيت لما باجي بارسم الخريطة ايش باقول لك كم طابق بدك تبني بتقولي اربع طوابق لانه احنا يا عمي ما فيش عنا صنصرات واخر حاجة اربع طوابق يا دوب نطلع ماشي الحال ايش انا باعملكمهندس بروح بصمم الخارطة الاساس هانا الاعمى دو الان بدل ما اعمل واعة اتنين ثلاثة اربعة واعة اتنين ثلاثة اربعة سوت لك اربع طوابق ومية المية يوم من الايام انت دخلت علي المكتب وقعد بالسرخ وانت كذا البناء انهدمت بقول لك انتوا بنيتوا طابق سادس واش عرفك اصلا انا المهندس اعملت للبناية اتنين طبقين في الاحتياط بسمهم السيف في الامان يعني اذا هب في بالك تعملوا طبقين بتعملوا لكن اذا عملتوا اكثر مستحيل الاساسات يتحمل فبتنهار العمارة فانا المهندس انا اللي صممت وانا اللي بنيت ولله المثل الاعلى ربنا صممكم وربنا اللي خلبكم وحط فيكم كل الامكانيات لو هو ضمن علمه الازلي اذا هذا الانسان عمل عمل اكبر من حجمه حيصير معه واحد اتنين ثلاثة شفتم؟ يعني احنا في عنا اشياء يعني مستحيل ولهذا دائما حتى الفقر والغنى انسان لا يصلح لوجهه الا الفقر ليش؟ لو اصلا ربنا عارفه في تقديره في خلقه لو هذا ما اعطاه مال حيفسد وحيكفر فاحسن له حكمة من الله انه اراد له الفقر فلان بيصلحش له الا الغنى لانه لو تعرض الى الجوع لو تعرض الى الفقر بدي يكفر لانه ايش ماله؟ مش قادر يتحمل ما قادرش يتحمل فلواجه هذا بيستحق الملاطة له مال عشان ما يكفرش اذا حكمة الله هي تعلم من هنا بنقول انه ربنا بيعرف وبيعرف وبيعرف لانه هو الذي خلق الانسان وهو الذي يصوره هو الذي كذب عشان هيك في كثير ماشي في كثير من الاشياء تتعلق بالانسان انا بديش اخد فيها كثير لكن كونه احنا بنتكلم عن مقدرات قدر ومحاجة بين موسى وآدم عليه السلام اتصوروا انه عندما الانسان اليوم بيحتاج بكثير من القضايا مشكلة خطيرة جدا مشكلة خطيرة جدا ان نحتاج بالقدر لانك الانسان يجب انه ايش ماله يؤخل نفسه لكثير من القضايا النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بآدم في السماء وبتعرفوا ليلة الاسراء والمعراج لما عرج به من بيت المقدس الى السماء من رأى في السماء الدنيا شاد آدم قال فوجدته على يمينه اسودة وعن شماله اسودة يعني وسائد قاعد متكئ ومع ذلك واش بقول فكان اذا ما نظر الى يمينه ابتسم وضحك ولما بينظر الى اليسار بيبكي طبعا هنا بقول اذا نظر من قبل يمينه ضحك واذا نظر من قبل شماله بكى قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال جبريل قال له من هذا يا جبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الاسودة عن يمينه وعن شمائله هي عبارة عن ايش نسمة بنيه يعني هي بيتكعله بينظر الى مين كل نسل من بني آدم من ذريته وبيطلع بلاجل عن يمين من اهل الجنة فيبتسم لانهم يتنعمون في رياض الجنة واما الذين عن اليسار فهم ايش مالوا هذولا في النار ولهذا الحديث صحيح في الرواية بقول ان آدم يخرج بعث النار شو بعث النار الان بعث النار آدم عليه السلام يوم القيامة اول ما يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام من البشر وتتراء له ذريته كل ذريته الصالح والطالح فيقول هذا ابوكم آدم فيقول لبيك يا رب وسعديك فيقول اخرج بعث جهنم من ذريتك فقول يا رب كم اخرج قال اخرج من كل مئة تسعة وتسعين الله اكبر من كل مئة بده يطلع تسعة وتسعين لوين للنار لجهنم يعني قديش حيظل واحد في المية شفتم يعني بعث النار تسعة وتسعين من بني آدم الى النار واحد الى الجنة فقالوا يا رسول الله اذا اخذ مننا من كل مئة تسعا وتسعون ماذا بقي مننا قديش يعني حيظل خطاب هذا طبعا الصحابة اللي قاعدين مع الرسول قال ان امتي في الامم كالشعرة البيضاء في الثور الاسود يعني 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 شفوا الثور ولما يكون نقطة بيضة شفتوا قديش هذا هو الكم في المؤمنين فاحنا بنغترش وان اكثرهم لا فاسقون وان اكثرهم معروف يعني بمعنى ان اكثر العباد هم الذين فسقوا لهذا علينا ان نعلم ان هذا ادم عليه السلام اول ما يبعث لكن هنا المقام العلي دخول الناس الجنة ربنا بطمننا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بقول انه كلكم حتى تدخلوا الجنة طبعا اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر يا الله كيف والذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة طلعين لا يبولون لا يتغوطون لا يتمخطون لا يدفلون امشاطهم الذهب رشحهم المسك مجامرهم الالوى يعني البخور والمسك وازواجهم الحور العين واخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة ابيهم ادم ستون ذراعا في السماء يا رب وعدنا قولوا امين شفتم شفتم الكرم من الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفئة التي تم اختيارهم واصطفاؤهم من كل مية واحد شفتم المشكلة الخطيرة من كل مية واحد بدخل الجنة هذا مآلهم وبالتالي اذا ادم عليه السلام بعد هذا التفاؤل العظيم انتهى اجله وكما قلنا انه قضية الموت الان السؤال الاخير انهل به هذه المحاضرة ما هي الدروس والعبر من قصة ادم يلا بسرعة عشان ننهي ان الانسان بشر يخطئ ويصيب ولكن الانسان بشر يخطئ وسيط لكن لكن لابد من الرجوع والاسلوح يعني ما يصرش على المعصية شطارة في الانسان مش يخطئ كنا بنخطئ لكن المسألة المهمة كيف يقوم من خطأي اه تفضل الانبياء غير معصومين من الخطأ الانبياء غير معصومين من الخطأ وهذا ادم بعد ان اخطأ فاجتباغوا ربه نعم صحيح اه تلاتة مهمة ادم عليه السلام في الارض وهي طاعة الله سبحانه وتعالى مهمة ادم طاعة الله والحكم بين الناس بالعدل وإقامة الخلافة سأنتبه في قضية مهمة ادم اولا قصة ادم تعطينا مفهوم الانطلاق الاولى للمسلمين انطلاقة كيف عندك هذه مش موجودة انطلاقة الفكر والمبدأ يارتي السطر انطلاقة ادم هي المحطة الاولى في حياة المسلمين في الفكر والعقيدة هذا واحد اتنين تعمير الارض حضاريا بما يليق بالانسان انتبه اولا ادم نزل ايش بدأ يعني في بالك بيخطر لما انسان بينزل عاري الى الارض شو بده تبين بده بده يبدأ يبحث عن ملابس الله يهديكم يعني حتى تسطر عورته وبالتالي تقيه كذلك من حرب الصيف وايش وبرد الشتاء كذلك بده يبحث عن مأوى مكان اينان فيه بيت ولهذا بدأ يتفنن في قضية البناء في الجبال والنحط ويبحث عن اماكن وهذا هذا تعمير حضاري ثم بعد ذلك بدأ يبحث عن طبيعة الطعام الشراب الفواكه وغيرها من الامور فبدأ يزرع الارض ولا مشيك بدأ الان يتعامل مع تعمير الارض حضاريا هذا ما يجب ان نفكر بيه ان الانسان وظيفته تعمير الارض مش وجدنا ارض قاحلة لهذا في شيء عنا في الاسلام عارفين اشي اسمه اسمه احياء الارض المواد ايش يعني احياء الارض المواد البار طيب ايش اسمها شو من ايش من بتاوية شو بتعرفو عنا الخليفة بيكون عنده اراضي واسعة جدا بيطلقها للمزارعين قد ايش انتوا ديلي اميت ديليم الف ديليم الف دان الف كذا بيعطي لي الفلاح حسب قدرته على زراعتها وبقول له انت بعد ما تخليها ارض خضرة احنا بناخد من الخرج بناخد منك من المربح بس لا لا الوضع السبب الاساسي انه اعمار الارض اخدرار الارض صراعة الارض وهذا الشيء عشان هيك اسلامنا اسلام الحضارة طيب اما قضية الفكر شوفوا اول فكر لتصحيح مفاهيم عند الناس وهو ادم عليه السلام وصحح المفاهيم خاصة بين بين ابنائه في البداية وبين مفاهيم اصبحت مفاهيم مغلوطة مع الايام ومع الحياة بنكون بهيك يعني نختم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الان نستغفرك ونتوب لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر